تعال روح بقى للزمالك الزمالك بعد ما فقد حظوظه في الدولة الممتاز بدأ جوزيجو ميز يدخل عناصر كتير الشباب ومفتقد طبعا اتنين مركزة السائل الفريق زي زيزو وحسام عبد المجيد مع المنتخب القولين بتحديدة الاتنين دول يعني عمد شحاتة وشحاتة ومحمد طارق كمان بس سائل اه يعني بقول اللي بيشاركوا اكتر كعاسين ورغم كده بيحاول يدفع بلعبين كتير فيه رأيين طي يقولك لا انا مش عايزك تلعب بالشباب انا عايزك تلعب بقوام اساسي وتحاول تكسب كل المباريات عشان يبقى الزمالك في مركز كويس في الجدول الدولي وفيه رأي تاني يقولك لا ايه في الباب الدول الموسم ده وحاول تستفيد اكبر استفادة للموسم اللي جاي انا كنت في الاول بميل الموضوع ان انا الزمالك ولازم اكسب اه على المستوى الشخص يعني اه تقول ان انا لازم اكسب مباريات كتير كمان عشان احسن ترتيب لان الترتيب اللي الزمالك فيه دلوقتي ما يلقش باسم النادي الزمالك خالص فانا حاول اقرأ اكتر عدد مبارات هكسبه متتائلة عشان احسن مركزي ممكن ان في المركز التالت عندي فرصة انه فيها لكن الراجل اكيد له خطة تانية خالص يعني راجل في دماغه بلان تاني خالص اما جاء التصريح اللي قاله بعض المبارات اللي فاتت قالك انا اول مرة في حياتي اللي عارف حط خطة راحة ولا فترة اعداد احنا عندنا اول مبارات رسمية لنادي الزمالك في الموسم الجديد يوم 13 تسعة فالراجل خلاص هو ده بلقنا نفهم دماغه دلوقتي هو قاله بشكل صريح عايز اي العدد اللي عيبة كبير يريح اطول وقت ممكن يقدر يريحه على اساسا ما يجي يبتدي فترة الاعداد اللي عبادة تكونوا اخدرها مفيش وقت في اللوست خالص انت بتنهي الدوري بتحتاج مثلا ثلاث اسابيع تعمل فهم فترة اعداد عشان الماتش فمفيش مش هتاخد اسبوع حتى اجازة فبالتالي هو بيقدر يريح اللعبة دلوقتي من الماتشاط في نفس الوقت النقطة التانية انه هو بيقدر يجيب اكبر عدد من اللعبات الصغيرة بيجربها بيشوفها شوف مين يقدر يكمل مع الزمالك مين مش هيكمل مين هيعتمد عليه مين هيقدر ينفز له خطة لعبه ومين لا فاعتقد ان ما بشي لايه وقت مناسب احسن من التوقيت اللي احنا فيه انت مش محتاج ترتيبك في الدوري انت يا راجل كده كده هتلعب افريقيا عشان احنا حاملين اللقب فاعتقد بالنسباله يعني الرابع او التالت زي الخمستاشر والستاشر لان كده كده الموضوع ده بالنسباله ممكن او شايف كده ان الترتيب الجدول مش فرق معاه فهو دلوقتي بيحط بلان لدماغه ان انا اقدر اراح النارد عبدالله السعيد ناصر ماهر دونجا الناس دي بتلعب على المباراة الكبير وعندي بدايل لهم شوية ممكن اريحوا عشان ياخدوا نفسهم ان احنا عندنا عشان لو الحضر مش معايا فعلى المستقبل يكون معايا بالضبط طبعا بالضبط انت كده كده رسمي قدام الناس كلها مفيش حد ياخد راح يعني عندية الدوري السنادي مفيش اي حد يريح خاصة الناس اللي هتشارك في افريقيا يعني اول مورال الزمالك 13-9 الصبر الافريقي 27-9 وانت طبعا الناس في بداية الموسم الجديد مش هتسامح يعني السنادي بنقول دوري ومش عارف ايه ولي احنا شايفينه ده لكن الموسم الجديد جمهور الزمالك مش هاي سامح حد صح فالامور هتبقى مختلفة كانت الرعيم انت وانت رجلك في الملعب بعض الناس المشجعين يعني بيتعاملهم على لعيب الكورة ان هو زي لعب بلاي ستيشن جرافيكس او طبع طبع لعيب الكورة يعني حجم التعب والمعاناة اللي بيعيشها اللي بيبقى فيه تلاحهم مواسم زي كده اشرحلي من جوه بقى يعني ايه اللعب الكورة بيبقى تعبان اللعب الكورة تعبان انا هقولك حاجة انا مسلا واحد من وانا خمس ست سنين وانا بلقت فترة الناشئين حياتي كلها كل يوم ايه تمرين ولو في مذاكرة بعد كده لما كبرت بقى تمرين وتراوحت رايح عشان تمرين تاني يوم عشان مطش عشان في معسكر عشان في سفر افريقيا عشان في سفر بتيجي تستنى يعني اما كان المدير فني يقول لنا عندك اسبوع اجازة ده كان بالنسبة لك العيد العيد ويبقى نفسك تابع الاسبوع ده قد كل حاجة في الحياة كل حاجة اللي عايز يسافر بيسافر واللي عايز وتضرب لك بعده ثلاثة اربعة ايام بقى اي حجة عشان نفسك في اجازة فانت تخيل احنا هنا في مصر من احنا من الفين وعشر تقريبا او الفين وحداشر في البعد الثورة احنا في المعمعة دي مفيش انتظام دوري مفيش اي حاجة مفيش اجازات منتظمة العالم كله العالم كله والناس اللي بتفهموا اوروبا وي 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 الدوري بيخلص في اخر شهر خمسة بياخد اجازته شهر بيعيش حياته بيعيش حياته بيعيش في اول سبعة فترة اعداد محترمة الدوري يبتري في نص ثمانية ده اللي بنعرفه في الكورة احنا النهار مفيش عندنا الترتيب ده خالص فانا لعيب كورة منالية بيت عايزة اسافر عايزة روحة يعني أنا بطلت من سنتين أنا بطلت من سنتين السنة اللي بطلت فيها دي أنا سافرت فيها خمس سافريت عمر ما سافرتون في العشرين سنة اللي هو الوح اللي هو جعان جعان عايزة سافر عايزة أخرج عايزة عمل حاجة معينة وكن شافت رحمة него شوفت حادل عصوشيال ميزا كان بيهضر من 42 من بيهضر من المشجع يعني عايزة صيف لو شايف نهي عايزة صيف كان نفسيه자 خش اندي كانا لا اهه ازيك. اه ازيك. اه ازيك. اه ده ممكن ان هو شعيب يعني. بالزبط. انا اقول لك حاجة مثلا. انا مثلا تمريني في نازل زمالك. عايز اروح اسكندرية مش هروح. مع اسكندرية دي ساعتين. بس مش هروح. لاني تاني يوم الصبح بادري عندي تمرين. مش هقدر اروح اباد في اسكندرية واجه على التمرين. صح. فبعمل حساب اني انا لازم عندي تمرين. يعني معين اسكندرية دي جنبينا بساعتين اوه ولا وكل حاجة انت بتعملها بمجهود يعني حتى السواق دي مجهود سفر مجهود هو ليه معسكر وليه بيت قبل المطش بيوم عشان الحاجات دي كلها عشان ترايح من سواقه بتاكل كويس بترايح جسمك كويس عشان المباراتة اليوم هاي بالضبط فانت الحاجات دي كلها ممكن البناده من اللي بره ما يركزش فيها لكن انا كلعيب هو ده اللي بيحصل دي